نصيحة برضو مكملة بقى لنفس الموضوع بس لحضراتكم بقى كبار وللأسف أنا بشوف أن في عائلات بيروحوا بولادهم مطاعم مخصوص عشان الصوصات بتاعت الجبنة السائلة يعني تبص تروحوا مطعم كده وتلاقوا فيه مكانة كده وتلاقي مسكين ساندويتش ولا مسكين مش عارف حاجة ويعملوا كده زي مكان الأيس كريم ده وتلاقي نازل منها المفروض أن ده جبنة بس عايز أقول لكم دي مش جبنة يعني أنا مش عارف أنتوا عارفين الحكاية دي ولا لا بس دي مش جبنة دي بتكون عبارة عن دقيق ودهون وأحيانا بقى للأسف للأسف يعني مواد مطاطية مواد مطاط يعني بتاع بس بيتحط عليها مكسبات طعم مكسبات طعم الجبنة فبتبقى أكنها جبنة وهي مش جبنة ودي شديدة الخطورة على الصحة فأنا بحذركم منها وبحذركم عشان خاطر نفسكم وعشان خاطر ولادكم يعني دي حاجة مهمة قوي ابعدوا عن الحاجات دي لو عايزين جبنة هاتوا جبنة معروفة هاتوا انزلوا كده هاتوا الجبنة المعروفة خلاص وبشروها أنتوا في البيت أو اشتروها في المحل وخلوهم يبشروها يبقى أنتوا عرفتوا أن الجبنة دي أنتوا شفتوها هي كده بتحطوها بقى على بيتزا بتحطوها على مكارونا بتحطوها على بتاق وما تزودوش برضو منه لأن الدهون فيها بتبقى كتير بس دي الجبنة المعلومة إنما صوصات الجبنة خطر جدا فأرجوكم خلوا بالكم لأن فيه مطاعم يعني سر شهرتها الموضوع ده يعني أن الناس بتروح لها عشان الصوص بتاع الجبنة ده يعود يمسكه كده فتلاقي الجبنة نازلة زي ما كون من الحنفية كده وده غلط جدا زي ما أقولنا ودي مش جبنة زي ما لسه أقول النصيحة اللي بعد كده عايز أقولها لحضراتكم هي نصيحة عن إن فيه كتير قوي من الأطفال ما بيأكلوش المأكلات البحرية يعني كتير قوي من الأطفال ما بيحبوش السمك بأنواعه أنا لاحظت الحكاية دي وإنتوا أكيد ملاحظين الحكاية دي وطبعا ده غلط لأنه المأكلات البحرية فيها فيتامينات A وD وفيها فيتامينات به 6 وفيه 12 وفيها كالسيوم وماغنيسيوم وصوديوم وكابريت وحديد وزينك ونحاس ويود وكروم وفوسفور وكلورايد وفلورايد وسيلينيوم كل دول موجودية في المأكلات البحرية فتخيلوا بقى لما يتلاقيوا طفل كده لا أسانة أولادي مالهمش في السمك حضرتك أو حضرتك كأب وحضرتك كأم حرمين ولادكو من كل العناصر اللي أنا بقول عليها دي آه فيه مصادر تانية إنما دي غنية قوي المأكلات البحرية غنية قوي بالمصادر لأني سأقل فبقى هنا فيه ضرورة لتنويع طرق إعداد الأسماك والمأكلات البحرية نوعوا بقى في الأكل يعني ممكن يكونوا العيال أنا قاسف يعني بقول العيال يعني عشان أولادنا يعني ممكن يكونوا بيحبوش سمك المشوي وبيحبوش سمك بس تتصرفوا بقى اعملوا في الفرن اعملوا في الخضار يعني يتصرفوا أنا معرفش بقى تصرفوا زي العيال لازم تأكل سمك وتأكل مأكولات بحري تمام